موسيقى طبعا بعدنا نتكلم عن طريقة وكيفية تكوين موسيقى افتهمنا انه 60% من التركيز العالي في داخل موسيقى 40% كان سببه هو دورة اليوريا دورة اليوريا في داخل النفرق مثل ما اياك شاب نعرف انه بعد فلترة اليوريا شاب سوف يتم امتصاص جزء منعتها في داخل موسيقى راح تبقى 50% او 40% منعتها تروح الى داخل الاسنديق لم بعض الكتب شاب تقول 60% يعني 40% يتم امتصاصها و60% يروح عن طريق اللوب اوف هلي يعني بعض المصادر والحديثة منعتها تقول 50% سوف يتم امتصاصها باستخدام موسيقى و50% راح يروح الى لوب اوف هلي شاب انسايد لوب اوف هلي بنانا طلاب راح تصير عندك فتحاله انه انت سوف يتم شاب امتصاص من المدولة او العفو يعني شاب من الانترستيشب راح يتم امتصاص بعض من اليوريا وهاي اليوريا شاب راح تبقى تسافر بالفداية راح تسافر عن طريق الاسندينج لمب وكذلك الديستر كوفيديو تيوب والكورتيكال كولكتنج سيسم شاب لو تبعوا على هذه الصورة وتركزون به بس لا دجا راح تكون عندك اوضح هذه الصورة شاب لو تلاحظون انه هنانا يعني شاب النفرون لونه فاتح بهذا القطعة النفرون تشوفون شاب الحجود مالتا لونها اطوخ انطلاب هذي الاجزاء لا تسمح بمرور اليوريا فاليوريا راح يبقى يتجمع ويزداد تركيزه في داخل النفرون الى ان ما يوصل طلاب الى داخل الكلكتنج سيستم انذا مدولة راح يجدون الاي دي اش يقوم بسحب جزء من تلك اليوريا شاب هاي اليوريا التي تم سحبها راح تروح ترجع مجد الانترستيشيام راح تزيد من تركيز الانترستيشيام ورح طبعا شاب راح تصر على شكل سايكل راح تصر الدورة راح تشمل روحها يعني شاب غير اللون راح تشمل روحها الى داخل النفرون وترجع مجدد يتم طرح جزء منعته وجزء الاخر يتم اعادة تدويره وهكذا شاب هذي اليوريا التي تبقى في داخل الانترستيشيام هي بالحقيقه زيد من تركيز والزيد من الأوضمولارتي مالتها عليه الطلب كد! يوريا تساهم ب 40 ل 50 % من الأوضمولارتي قلنا شباب يساهم ب60% بينما اليورية تساهم ب40% هاي الارقام الدق ايشبه 40 الى 50 بالحقه هي 40 When kidney is forming maximal concentrated urine Since the thick ascending limb of loop of heli, the circumferent tubule and cortical section of the collecting ducts are impermeable to yuria. يقولك شباب هذه الاجزاء The thick ascending limb. زيادة the distal of ruptured زيادة the cortical part of the collecting system يعني جزء the collecting system المجزء بالcortex هذين كنتين they are impermeable to yuria لا تسمح بمغرور اليورية مثل ما شو شباب حتى وانها غامق وصولا من يوصل اليورية الى distal او medullary part of the collecting system هذا الجزء هو الوحيد اللي يسمح بعبور اليورية فعليه شاب اليورية جاي يتم يعني انه زيد التركيز في هذه الاجزاء مثل ما شو شاب جاي زيد تركيزها كلش عالي صورت تركيزها في هذه الاجزاء حتى من توصل الي الميدولary part يتم اعادة سحبها بتراكيز عالية الى داخل الانترستيش شاب فعليه طلاب ADH نع residual هو اللي دايخ قصص الي ... warm مدولاري مدولاري مور بربيمي بال 33 هذا الجزء اللي هو بالمدولاه هو اللي هو داخلي وكلش قريب شاب على يعني البلفس اس او على نقطة خروج ال pole الادرار شاب هذا المدولاري part of the transport جزء المدولاه موجود بالمدولة الاي دي اتش يشتغل عالي يفتح بوابات الاكوابورين يطلع ويا المي يطلع شاب يوريا تسمي شاب ونالك بوابات اسمه يوتي يوريا ترانسبورتر او يوريا ترانسبورتر اي وان يوريا ترانسبورتر اي ثري يعني الاي دي اتش يقوم بسحبها تساعد في خروج الماء ويا يوريا هاي اليوريا شاب راح تبقى تتجمع بالانترستيشم وسوف تساهم جزء من عدها في الدورة مالي اليوريا سايكل طبعا شاب خلبكم يعني هو مني يتم عادة سحبها بواسط الاي دي اتش ممكن سوف يتم عادة سحبها جزء من عدها راح يطلع لبرا وجزء بعد سوف يتم عادة سحب ناطلب يوريا ناو ديفيوزز باك تو دي انترستيشم سوف يتم سحب جزء من اليوريا الانترستيشم واليوريا راح تبقى تشكل اربعين بالمية من الاوزمولارتي العالية ثم تتساهم في عادة تدوير اليوريا شاب هاي اليوريا راح تتجمع هنا راح تزيد من القدرة يعني من القدرة الانترستيشم على تركيز ما الانترستيشم راح يزداد بحكم موجود اليوريا شاب راح يساعد الانترستيشم ان يوصل الى اوزمولارتي ال 1200 اللي احنا نحرفها شاب الاوزمولارتي ما الانترستيشم هي 1200 مثل وام التفقين 60% منعتها جاي من الكاونتر تراستبور سيستم 40% منعتها عن طريق اليوريا سايكل فاذا اليوريا تساهم في جعل الانترستيشم الذي يحيط بالنفرون تركيزه عالي شاب هاي يوريا كونسترشم تركيز العالي لليوريا شو راح يساعد النفرون في وظيفته شاب هنا تركيز العالي لليوريا راح يجبر كميات كبيرة من الماء انه تطلع في الديسندينج لمب فبالتالي راح يوصل للأسندينج لمب يسائل مركز جدا نطلب هاي يوريا كونسترشم تركيز العالي لليوريا شو راح يترك في داخل النفرون سائل مركز جدا من راح يوصل للأسندينج لمب راح تستفاد عندها البوابات فرح يحافظ على يعني شاب بقاء وتكوين الكامتر كونتر كونتر ترانسبورت هنا طلب يقول لك انه انه انت ديس ولدروز هذا راح يسحب الكثير من السوائل بالأسندينج لمب هذا يعني شاب ديس كونسترشم تركيز العالي لليوريا شو راح يخلق ديس ولدكريت ديفيوجين اجردينت فور صوديوم تو موف باسفلي اوت اوت ديسنج لمب انتو ديرترستيشم انه سحب كميات كبيرة وهائلة من السائل هنا في الدسنج لمب راح يولدك سائل مركز جدا يسهل من خروجه يعني يسهل من خروج الصوديوم في الأسندينج ثيك لمب شاب هو يعني بقام سين ان اليوريا سايكل راح تساهم في جعل الكونتر كونتر كونتر منتب قيرا سيستم اكثر يعني كفاءة شاب الموضوع وين نشوفه يعني انت خليباك النعمة مدحس بها الا لما ما تفقتها يعني فانت لما ما انشوف حالات بالجسم الانسان ما يكون بها يوريا شو وقت الانسان ما يكون يوريا شاب خلي بالكم اليوريا هي عبارة عن ناتج عرضي لهضم البروتينات الموجودة بالعضلات ان شاب البروتينات متل انهضم بالعضلات راح تتكون اليوريا فالروح الى جسم او كائن ما تتكون به البروتينات اللي هو الطفل شاب الطفل اللي هو عمره اصغر من سنة واحدة جسمه ما يحتوي على هواي بروتينات او ما يكون يوريا بكميات كافية والكلية ما لتبعتها جديدة شاب بعته ما ناضجة بيها اليوريا سايكل ولا الكونتر كونتر كونتر تراسبورت سيستم سنشوف ان الطفل شاب يحصل طاعية يوريا ليس هناك قدرة للطفل ان يقوم باخراج ادرار مركز لان ببسطة هو لا يحتوي على يوريا حتى ستتسحب اكبر كمية ممكنه من السائل يعني شابه جسمه ما يحتوي على هواي يوريا ستسحب اكبر كمية ممكنه من السوائل من داخل النفر وايضا ما عند كونتر 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 تراسبورت نشط بحيث يسوي الانترستيشو مجدا مركز فإذن طلاب يقول لك أنه هؤلاء الأطفال أنه عمرهم سنة وحدة أغلى البروتينات بجسمهم شاب لا يتم هضمها إنه هو جاي من هضم البروتينات البروتينات بالعكس دنبني فبالتالي الجسم ما يسوي هالكاديورية فالإذرار مالت في الغالب يكون مخفف لأنه ما عنده قدرة على جعله مركز فإذن طلاب المحصلة النهائية The net effects of the steps noted above is to recirculate and trap yuria in renal medulla raising the osmolarity activity of the interstitial fluid إذن يقول لك أن المحصلة النهائية لماذا سبقوا أنه ذكرنا شنون أن اليورية التي يتم شاب خليبكم امتصاصها عن طريق الproximal convoluted tubules مثل ما شو شاب يعني أعيد عليك دورة اليورية ضروري أن تفتهم دورة اليورية لأنه كل شي مهمة هي اليورية أول شيء أهم مادة سامرين تخلص منعتها وهي تساهم أيضا بالرين الفيسيولوجي شوف شاب تجد الكليا مالتنا عبقرية نشوف العبقرية مالتها يعني ألد أعدائها هي السموم هي الكلية وظيفتها تخلص الجسم من السموم يعني أشهر هذه السموم هو اليورية هي دا تستغلة حتى تأدي وظيفتها يعني هي عرفيا دا تخلي ألد أعدائها هو أقرب أصدقائها يعني فإذاك شاب هي الرين الفيسيولوجي كل شيء مميزة يعني حتى مميزة أكثر من النيور الفيسيولوجي شوف شاب اليورية اللي هو المفروض نحن تخلص منعتها لأن هي مادة سامة الكليا التي تستغلها تساويها صديق لها ساعتها في إنجاز وظيفتها شلون يعني؟ هو هذه اليورية تفلترت خمسين بالمئة حتى يتم إعادة امتصاصها عن طريق الى مجرى الدم تبقى خمسين بالمئة بعض الكتب تبقى ستين بالمئة ماشي ملزمتكم تقول شباب ستين بالمئة هنا طلب احنا راح نقوم بإعادة امتصاص الماء هنا سوف يتم إعادة امتصاص الماء هنا فاليورية يزداد تركيزه هذا الجزء شباب هذا الجزء هو بالحق من نوصل الى الجزء المتبقي اللي هو بمساعدة سوف نقوم بسحب كميات كبيرة من اليورية هذا اليورية شباب راح تتكون هنا راح تساعد بالمستقبل يعني الدفعات الجديدة من السائل راح تساعد في سحب كمية اكبر واكبر من الماء باعتبار شباب ان هاي اليورية راح تساهم في تكوين الانترستيشم اوزمولارتي ايش قد الانترستيشم اوزمولارتي 1200 شباب خلبي بكم الانترستيشم هي 1200 مثل ما قلت لك شباب ومثل ما حد شيء هنا يعني خنقول انه ستين بالمئة منعتها يتكون عن طريق الكونتر كانت ترانسبورت اربعين بالمئة منعتها يتكون عن طريق اليورية شباب يعني ملزمتكم ما مطيها يعني جواب واضح كل المصادر تقول هذا الرقم وهذا التصنيف وهذا الترتيب ستين بالاربعين ملزمتكم ش تقول يعني تقول خمسين بالخمسين معنا شباب بما انه الانترستيشم اللي خارج الكلية هي 1200 نقدر نقول 600 يساهم بيها اليورية وستمية يساهم بيها ملزمتكم تقول خمسين بالخمسين انه وظيفة اليورية سايكل تعادل وظيفة الكامتر كانت ترانسبورت لكن اغلب المصادر تقول لا 60 باربعين يعني حتى ملزمتكم شباب يعني ما مطيها جواب واضح مثل ما حصل عشوفون فهنا شباب يقول لك it contributes about half of the osmolarity ون ACL هو يكمل الباقي يعني شباب انه دخول اليورية هو يشكل نصف الأزمولارتي والانترستيشو والصوديوم او الكونتر كورتن ترانسبورت اللي جاي ملتبلاير ترانسبورت هو يشكل 50 بالمئة الباقي هنا طلب ملاحظة لكم قولة not all yuria is reabsorbed or trapped مو كل اليورية سوف يتم إعادة امتصاصها جزء من عتها سيطلع اللي برا in fact because much of the nephron is only slightly permeable to yuria yuria is concentrated in the tubular fluid as water is reabsorbed شباب يعني اغلب اجزاء النفرون هي تسمح بعبور اليوري شباب اغلبة اللي هو proximal tubule descending limb جزء من ascending limb والmidillary يعني هذا يسمح بعبور اليوري الاجزاء اللي لا تسمح بعبور اليوري شباب هي هذه ascending limb distal converted وكذلك cortical parts فاذن شباب في هذه الاجزاء سوف يتم تركيز اليوري ليا شباب لأن احنا خلال الاجزاء هذه شباب ايضا تخلي جا يتم سحب الصوديوم والماء فالسائل اللي يوصل يعني خلو باكم شباب السائل اللي يوصل هو مخلوط يحتوي على صوديوم بالاضافة الى يوري والكثير من المواد فاذن هنا نقوم بسحب الماء من عنده ونقوم بسحب الاملح من عنده باعتبار شباب الماء والاملح يتم سحبه وتبقى فقط اليوري فاليوري سوف يتم اعادة تركيزها او نزيد تركيزها في هذه الاجزاء ثم نقوم بسحبها مرة اخرى لداخل نطلب يعني شباب الانسان يقول لك اذا اخذ كميات كبيرة جدا من الماء اذا تناول كميات كلش عارية من الماء نطلب كميات كلش عالية وسريعة جدا من السوائل جاي تسبح في داخل المدلة هذه السرعة العالية شباب ما تسمح لليوري ما تنطي وقت لليوري انه يتم اعادة سحبك هاي نقطة كلش مهمة شباب يعني يقول لك لما الانسان يشرب كميات كبيرة من الماء فيطلع من جسمه واي باي راح يتم اخراج كميات كبيرة جدا من الماء المخفف او الادرار المخفف يوريا يقول لك هنا اليوريا بعد ما تلحق يتم يعني تركيز هو اعادة سحب ما لحق هذا راح شي ادي شباب راح يأدي الى انه اليوريا ما تبقى تتجمع بالانترستيشم مال الكري معناها ان الانترستيشم مال الكري راح يتحول من 1200 الى 600 باعتبار انه خسر اليوريا مالته لان اليوريا من اللاحق نسحبها فراح يرجع الى 600 الانسان يشرب كميات كبيرة وعالية من الماء وياخذ كميات كافية من الماء تناول بكميات كبيرة ضمن الرنج طبيعي ضمن مدى طبيعي انسان اخذ تقريبا 6 لترات من الماء بصورة طبيعية خلال اليوم ستة الى ثلاثة والبعض ينصح بثلث لترات افضل من الستة هذا الرقم يعني 6 لترات الى ثلاثة يشرب الانسان ياخذ تلث بطالة اكبار اكبار من الماء باليوم يعني بصراحة هذا يساعد الكلية على ان تتخلص من كل اليوريا ليش انت لا تطيها مجال لليوريا انه تنتشر فانت نوع الماد تتخلص من واليوريا المباقية من الجسم كليته هل هذا الشيء صحي يقول لك شباب مو صحي صراحة يعني انه انت تناول كميات كبيرة جدا من الماء لفترات طويلة مو صحي بس الصحي انه انت تناول كميات كافية من الماء بفترات المتقطعة يعني شنون يعني الاسبوع يعني مثل كل جمعة من الاسبوع تتناول كميات زينة من الماء هذا شيء يساعد اليوريا اللي بجسمك انه تتكوم في فترات المعينة ويتمغسلها في فترات اخرى هذا الموضوع شباب راح يقودني لمفهوم اخر وموضوع اخر ايضا يجب انه نناقشة بعد اكثر الاشخاص اللي هما عايشين على الدايت ميحتوى على بروتينات اصلا هنا طلاب مثل شبشينو ينسى تقولي اقول مثل الفيجتيريا هذول النباتيين يعني هذولي يعني ناس ما يأكلون لحو فبالتالي يعني ما يكو هل قد بروتينات بجسمهم لبالتالي يعني هذولي ما يكو يوريا اصلا بجسمهم كافية خليبكم انت شخص كتتناول كميات كافية من الماء تساعد على غسل اليوريا اللي بجسمك المتراكمة لكن انه انت اصلا تأكل اكل ما يكون لك يوريا هاي مشكلة هاي مصيبة فلا بيشينت عن بروتينات الدايت عدتهم امبير تأكل كونستريت ديوريا معناها شاب يقول لك هذول الاشخاص اللي هم اصلا ما يتناولون اليوريا هذول اصلا عدتهم قدرة يعني فشل في تكوين ادرار مخف يعني شاب مركز شلون يعني عيض عيض الفكرة شاب انت اذا تشرب كميات كبيرة من الماء فانت راح تخسل اليوريا اللي موجودة بجسمك والتلدايت مالتك طبيعي اعتياد مالتك يعني جسمك يكون يوريا بصورة اعتيادية فانت تشرب كميات عالية من الماء راح تخسل اليوريا الموجودة بجسمك وتحاول تنقيها وتخلص الكرية من اليوريا مالتها الزائدة بس بمجرد انه تقطع يوم الايام قاررت انه تقطع متشرب خلص راح يبقى جسمك يمارس الفيسيولوجيا الطبيعية مالتك ويبقى يسوي يعني يوريا سايكل ويكمل ويركز يعني يخلي تركيز اليوريا عالي هنا فبالتالي يسوي لك ادرار مركز عالم التفقين بس الشخص شايف اللي هو اصلا فيجيتيريا اللي هو اصلا ما يأكل وجسمه اصلا ما يحتوي على يوريا فهذا ما يقدر يسوي يوريا سايكل بالمرة من الاصل ما يقدر يسوي يوريا سايكل مو اجا ما يغسل لأ هو اصلا ما عنده يوريا حتى يداورها هذا ش راح يصير عنده شرب هذا جسمه او الكليمات راح تبقى طول حياته فاشلة لانه تكون يعني يعني ادرار مركز ورح تبقى طول حياته عايش اصلا لانه جسمه ما ياخذ بروتينات اصلا لانه يعتمد عن نباتات لانه نباتات ما بيها يلقي بروتيين بيها كاربوهيدرات بما بيها يلقي بروتيين لأك طول الدور الجوهري والاساسي لليوريا اللي سامن في تكوين يعني ادرار مركز راح يكون مختفي ما موجود ما راح يقدرون دول اشخاص يعني يكون اصلا ادرار مركز يعني يعني من الاشخاص اللي يأكلون بروتينات عالية او يعني داخل الغذاء ماتهم كبروتين عالي جزين راح يسوي كل شوائي يوريا و ناتروجين و لذلك لهم قدرة افضل على انه يسوون ادرار مركز من هذول الاشخاص اللي هما يعني وما يأخذون يعني هواي بروتيين شواب هنا احنا عند وقفة صغيرة بس يعني حتى قطيكم نصائح صحية تفيدك تنصح بها يعني عائلتك او اهلك او ربما احد يسألك شوف شوف يعني هو منطقيا يعني شون تريد يعني شون تريد تفهمها فهمها لان بالنسبة للكتب العلمية تشرحها بطريقة شوية مو مثل يعني احنا كأشخاص مؤمنين يا شباب يعني بالنسبة لحنا كأشخاص مؤمنين شنقول نقول الله انطانا القدرة على انت احنا نهضم اللحوم ونهضم النباتات يعني بالنسبة للكتب العلمية يا شباب تعرف يعني اغلب اللي يألفوها هو ناس مو مؤمنين فش يقولون يعني يقولون انه الطبيعة او يعني التطور انت لجسمك قدرة على انه يهضم النباتات يعني شباب اي نبتة نحر سملك اي نبتة وكذلك اللحوم نحر سملك شباب هذه صورة مالفقد ماللحم يا شباب خليوا بالكم جسمك من حصل هذه القدرة يعني يعني التطور من الطاقة القدرة فانت باي حق تجي تستغني عنها يعني منو سمحلك بهذا الشي ليش متصور انه انت منيش على نباتات بس هذا الشي صحي وهذا الشي زين منو اتطاك هاي الفكرة ومنين سمعته شباب بالحقيقة يعني الفيجيتيريان دايت يعني الى تأثيرات كلش كبيرة على الجسم الانسان يعني اهمة هي هاي النقطة انه يبقى يصير عدة فشل في اخراج ادرار مركز يعني باشرة اقبى هذا الشخص الفيجيتيريان اذا شمرت بالصحراء راح يموت قبل هذا الشخص اللي يأكل لحوم لان ببساطة تطور انطاك قدرة يعني عالية على اخراج ادرار مركز انطاك قدرة تطور يعني شباب ميزة انت باي حق تتخلى عنها يعني هاي الميزة بقائية يعني تخليك تنجو بينما غيرك يميقدر يعني شباب الانسان لو تجيبه اياه مثل مثل الاسد ثلاثين عشتم بلغة بل يعني بالصحراء الانسان راح يقدر يسوي بلما كوهي كانت ثانية مرح تقدر يعني البقرة اذا جيت وخليتها انت بالصحراء تموت لانه ما يقدر تسوي ما عندها قدرة انه تتعامل وتسفاد من اليورية وتسوي لك ادرار مركز ما بس انت كانسان الى قدرة بقائية تخليك تعيش في داخل الصحراء لانتقدر تسوي كونسترايت يوران هاي نقطة كلش مهم انه تخليها بحق لك وجوهرية واساسية ثم خلي بالكم يعني اتمنى انه انتو تفتهمون يعني فكرة الفيجيتين انشنو انه انسان يأكل يعني النباتات فقط النباتات ما يقدر توفر لك البروتينات والأحماض الأمينية اللي موجودة باللحوم مستحيل تقدر تعوض لك يعني تخيلوا شاب انت اذا اكدت قطعة لحم هل قدوتها وطلعت من عندها خنقول عشر او خنقول مئة أحماض أمينية مئة حامض أمينية حتى تحصل نفس هاي الأحماض الأمينية من النباتات لازم تأكل شاب ثلاث كيلوات ما النباتات مستحيل معدتك تكفي ثلاث كيلوات ما النباتات بينما هي تقدر تتحمل قطعة صغيرة من اللحوم فإذا انت حتى تحصل لازم تأكل يعني كيلوات ما اللحوم هاي نقطع رقم اثنين نقطع رقم ثلاثة شاب يعني أحب أقوله أنه يعني لازم نفتهم يعني أنه هناك فرق بين الفكرة الفيجيتريان فائدة الفيجيتريان للكون أو لل للنظام الطبيعي أو البيئي أو للكرة الأرضية وعني الإنسان يعني لربما هوي فيجيترياني يزي يقول لك هذا الشيء صحي هو صح صحي بس أنت مقرأت البحث كامل ومقرأت يعني وما فهمت الموضوع كامل هو صحي للكرة الأرضية فعلا يعني لو تصفنلها لو كل البشر صاروا فيجيتريان فكليةنا نحن نريد نباتات نريد ناكل نباتات يعني كل البشر يريد ناكل نباتات فلازم عين نزرع الكرة الأرضية كلية نباتات وأشجار وخضرواز وصول الكرة الأرضية مليانة يعني نباتات ويروح الاحتباس الحراري وتصير الحياة حلوة وجميلة ولطيفة صح يعني إنه إذا كل البشر صاروا فيجيتين يعني الكل الأرضية رح يتم إنقاذها بس مو معناها إنه صحة الإنسان رح تكون زيانة لا بالعكس صحة الإنسان ما رح تكون بأرضى لحالاته يعني شو بالضبط وكأنه أنت تروح تجي للأسد تقول لي يا با يا أسد يا لطيف يا جميل أريدك يصير نباتي الأسد رح يقولكم يا الله صار رح يصير نباتي الغزلان رح تفرح الغابة رح تفرح لأن ما حد رح يجي يأكلها يعني الكل الأرضية صح رح تفرح بس هو كأسد يأكل نباتات ما رح يقدر يكمل حياته ما رح يقدر يقيش هذه يا شواب الفكرة العامة بالفجيتيريان حبيت أعطيكم هاي المعلومات حتى تخلوها بعقلكم واتفيدكم وإذا واحد منعدكم طبعا فيجيتيريان ودي يسمع كلامي فنصيح تقيله خليه رح يطلب لفة شاور مع الحسابي وألف عافية هس الشواب رح أبقى أنزولف عن يعني افتهمنا سأنا وياك شلون أنه الكيلية أصلا تسوي التركيز عالي يوصل للألف ومئتين وقلنا جزء من عنده عن طريق الكمفتر ترانسبور سيستم جزء الآخر هو عن طريق اليوريا سايكل زين شوف احنا عرفنا كيف يتكون زين كيف سوف تحافظ عليه يعني اوكي عرفنا شون يتكون بس شلون رح تحافظ عليه ألف ومئتين وشلون رح تبقى تبقى لفترات طويلة يعني كيف سوف تنجح بالحفاظ عليه شوف خليوا بقىكم إدعجاك السؤال هاو يعني كيف تكون الكيلية يعني الجواب بي طريقتين زين هاو تحافظ على يعني الانترستيش ومالته تقول عن طريق المدولة عن طريق الدم اللي يوصل للمدولة شوف احنا متفقين ان المدولة ده يوصلها الدم بطريقة مميزة عن طريق الفازاركتاي شوف الفازاركتاي مثل ما احشت لك في المحارات السابقة انه اتجاه الحركة الدم بيها على شكل حرفي ويعاكس اتجاه حركة السائل يعني شوف خليباكم لوب اوف هني لي السائل دايمش بهالطريقة هاي بينما الفازاركتاي السائل دايمش بهالاتجاه المعاكس فعلي طلاب to deliver nutrients to the soul of the medulla حتى نوصل المواد المغدية للخلايا اللي قاعدة بالمدولة without carrying away extensive amounts of solutes شوف عنا لازم نوصل دم الى هذه المنطقة ومنفس الوقت لازم ما نخسلها يعني ما نخرب التركيز معالته شوف الدم سيأتي تركيز 300 حال حال التركيز الطبيعي فالدم شذو يمنع انه يخسل التركيز العالي اللي بلقوه بينيناهن هنا فاذا طلاب يرادرنا فالطريقة خاصة نتعامل بها مع الدم اللي يوصل للمدولة فعلي طلاب انه الدم من يجي يريد ينقل اكسجين لهذه الخلايا ومنفس الوقت ما يخسل ويخرب الكون يريد التركيز العالي التركيز العالي أوسموتيك غريدي الآن الطلاب السوليوط ينقل من التركيز بلقوه بلقوه يعني انه هاي المواد اللي شاب السوليوط اللي هن خنقول الاملاح واليورية اللي يمنع غسلهن من قبل هذا عن طريق شاب عن طريق قدام اليوصل للمدولة هو اولا خاصية المدولة بلدفلو انه كلش بطيء شاب هذا السائل اللي ديمشي او الدم اللي ديمشي داخل هاي الشرايين بطيء جدا حركته كلش بطيئة تزفر سنو شاب هذا هو ما يشكل الا 2% من الدم اللي يوصل للكيرين اغلب الدم يوصل للكيرين يروح للقلوميورس بعدين يروح للبريت شوبيلر كابلاريس بعدين ما تبقى من عند يروح للفازاركتاي فهو شكل 2% واخر المصادر تقول 5% همين امو 2% يعني 5% من الدم اللي يوصل الى يعني الى داخل الفازاركتاي هو يعني 5% من الدم يوصل للكيرين يروح للفازاركتاي وحركة جدا بطيئة شاب في داخل الفازاركتاي فاذن يعني عملية التبادل الصير بطيئة جدا هاي نقطة الثالي شاب ساكت كاركتراستي is the shape of the loop of the بازاركتاي كابلاريس اللي هو شاب شكل على شكل حرف يو يعني شاب شكل هذا الفازاركتاي على شكل حرف يو شاب يعني يحيط باللوب أوف هنبي وباتجاه المعاكس نعم ايضا طلاب رح يكون موازي أوبزت ومعاكس لحركة السوائل في داخل اللوب أوف هنبي متش فلود ان سوليوت اكس اكس اكر بتوين دمدولاري انترستيشم فلود ان فازاركتاي ان بوث دايركشن شاب رح يصير ان هناك تبادلات بين الانترستيشم وبين شاب الانترستيشم فلود وبين البلد بالاتجاهين هنا وهنا هتعرف عن هذا الموضوع شاب اكثر ان شاء الله خلال هذه المحاضرة ورح نفتهم اكثر شاب شاب شون تأثير الفازاركتاي على التوبول وشون تحافظ على تراكيز ثابتة شاب هذا الموضوع شاب هاي العملية شون كيف نحافظ على تراكيز ثابتة من الانترستيشم نسميها شاب كونتر كيرنت اكسشينجر وليس كونتر كيرنت ملتبلاير شاب عملية تكوين الغلوكوز عفو عملية تكوين الايونات هنا عملية تكوين الصوديوم هنا يسموها كونتر كيرنت ملتبلاير لأننا نضاعف في كل دورة هنا شاب نسميه كونتر كيرنت اكسشينجر مبادل يعني مبادل وعكس التيار لأنه طلاب يحافظ فقط على تركيز الايونات ولا يزيت لا يزيت لو يزيت كان سميناها ملتبلاير هذا الدم هنا وظيفته فقط يحافظ على تركيز الايونات ذلك هو اكسشينجر وليس ملتبلاير طلاب حتى تفتهم شنو وظيفة الكونتر كيرنت اكسشينج ميكانيزم هذا الكونتر كيرنت اكسشينجر أو هذا للمدلة شون يحافظ على تركيز ثابت للمدلة خلي بالك القواعد الاتية انه هو على شكل حرف يو شوف اهم نقطة انه على شكل حرف يو وانه اتجاه سير السوائل فيه يعاكس اتجاه سير السائل في داخل لوب أوف هيلي ينطلاب انه بكلمات اخرى اول ما يدخل الدم راح يواجه التي تقوم باخراج الاملاح شوف هذه هي والسائل يحاول يطلع من لكن الدم هس استود دخل الى داخل المدولة ينشب خليبكم الثقة تقوم باخراج كمئة كبيرة من الاملاح بينما هو يطلع من المدولة ويواجه اللي قابلة شوف هو التخلص من الماء فهنان استود يطلع الدم من داخل المدولة شوف احكي لك القصة بكلمات بسيطة جدا وبمختصر يعني عالي الموضوع ما بي انه اول ما يدخل الدم شوف الدم اول ما ينصل الى داخل المدولة راح يقوم بسحب الاملاح لانه اول ما يدخل راح يواجه The thick ascending limb راح يقوم بسحب تلك الاملاح يسحبها الى الداخل الى داخل فيزداد التركيز مالت من يريد يطلع من المدولة سوف يتم تخلص من الاملاح ويسحب مكانهم مي فاذن شوف خلي بالكم هو ما راح يغير يعني ابدا ما راح يغير تركيز الاملاح الاملاح راح يفقى تركيزها ثابت مجرد نقلهم من هاي القطعة من هذا الجزء وخلهم هنا بس راح يسحب كميات عالية من المي راح يساعد في سحب الماء هذا المي راح يسحبه بكميات كبيرة فبالتالي نوع الماء هو يخلص المدولة من الماء ويحافظ على تركيز الاملاح فيها ثابت فبالتالي نوع الماء هو ده يحافظ على The concentration of the خذهم الاملاح بعدين هنا من يطلع ده يتخلص من تلك الاملاح يرجحهم الانترستيشوم يسحب مكانهم ما نها طلاب يعني لو نقرأ يقولك The blood enters and leaves the medulla by the way and thyg الفاساركتاي Boundaries of the cortex and of the renal medulla The vasarectai يعني like other capillaries هذا الفاساركتاي حال حال بغية الكابلاريز هو Highly permeable to solutes يسمح للمواد الدائبة بأنه تعبر من خلال تدخل إليه وتطلع من عنده طلاب The vasarectai like other capillaries are highly permeable to the solutes in the blood يقولك أن الفاساركتاي حال حال بقية الكابلاريز يسمح بدخول المواد الدائبة solutes الاملاح يعني بحرية لكنه لا يسمح بمرور plasma protease الالبومين وغيرها طلاب The blood descent into the medulla towards the papillaries كل ما ده ينزل الدم باتجاه حافة أو طرف renal pyramid اللي اسمه It becomes progressively more concentrated الدم شاب كل ما ده يفوت هنا كل ما الاملاح تدخل إليه إن شاب خلبكم الدم ده يوصل بتركيز 300 بينما هنا التركيز مع الاملاح عالي رح تبقى الاملاح يتهاجر إلى مجرى الدم نطلب It becomes progressively more concentrated partly by sedutes from the interstitium and partly by loss of water into the interstitium رح يكون الدم هنا مركز أكثر جزء لنا الاملاح ده تروح إليه جزء آخر هو دي غادر جزء من الماء by the time of the blood reaches the tip of the vasorecti من يوصل الدم إلى قمة الvasorecti شاب إلى قمة هنا يعني هاي القمة النهائية the tip of the loop of hindi رح يكون تركيزها 1200 حال حال الانترستيش شاب هنا شاب رح توقف عمية التبادل ثم هنا سوف يتم يعني عكس عمية التبادل شاب هنا قمنا بسحب الأملاح إلى داخل البلد فيزل وقمنا بنتخلص بمن الماء بكميات قليلة هنا طلب بالعكس رح نطرح الأملاح ونقوم بسحب الماء فبالتالي هذه عمية التبادل شاب لا تقوم بغسل السوليوت إنما تحافظ عليها فإذا شاب يقول لك أنه by the time that which is the tip of the vasorecti it has concentration of about 1 يعني شاب ملياوزمول بير ليتر والي هو نفس المدولر انترستيش من يبدو الدم يصعد خليباكم هو يتزامن صعدة الدم تزامن وهي descending loop هنا as the blood يعني ascends back to the cortex الذي يصعد من جديد للكورتكس it is progressively less concentrated as solutes diffuse back into the medullary انترستيش من هو يصعد شاب الأملاح تبقى ترجع من جديد للانترستيش ويقوم بسحب الماء اللي خسره من هذا الجزء it becomes progressively less concentrated as solutes diffuse back into the midullary interstitium and as water moves back to the basal recti شاب هنا استلم أملاح وخسر الماء هنا بالعكس سوف يخسر أملاح ويستلم الماء فالمحصلة النهائية هي ثابتة الناتج النهائي هو ثابت محافظ علي فلذلك شاب هنا بسيط يقول لك رغم أن هناك كميات عالية للتبادل راح نلاحظ أن الفاسا ركتاي نوعاً ما يقوم بتخفيف بسيط جداً بسيط للانترستيش شاب هذا التخفيف البسيط يعني خلنا نقول هو ياخذ من الأملاح ذني خمسين شوف شاب يعني ياخذ خمسين كمية جداً بسيطة لو هسا شوفك صورة ثانية شوف شاب يعني هذه الصورة شوفك أنه يدخل على شكل 300 ميلي أوزمون يقوم بسحب السوليوتس بداية أن يسحب الأملاح ويتخلص من الماء في البداية بعدياً بالعكس هسه راح يبقى يقوم بسحب الماء ويطرد الأملاح يعني شاب بداية الأملاح تدخل إلى داخل مجرى الدم ويطلع من عدة المي بعدين هنا بالعكس المي راح يرجع إلى مجرى الدم ويطلع من عدة الأملاح شاب هو بصراحة ياخذ أملاح بكمية قليلة جاي شوية ياخذ أملاح من 300 إلى 350 فبدأ يسوي تخفيف ولو بسيط إلى داخل الانترستيشيوم شاب هذا التخفيف البسيط يحافظ على الانترستيشيوم نشط يعني شاب يحافظ علي يعني هو مو 1200 ياخذ من عنده 50 حتى يحافظ علي دائما فعال دائما يحاول يعوض هذا الخمسين شاب يقول لك يعني أنت تخيل لو أنت مثلا يعني ما تتمر فأنت عضلتك مرح تكبر فلذلك يا شاب هو بالضبط يعني هذا الكونتر كونتر كونتر اكسشيج ده يسحب 50 من الانترستيشيوم يحفز على الاستمرار يحفز على أنه تستمر وتبقى تحافظ على الكونتر اكسشيج ملتبلاير يشتغل شاب قريبا لكم السحر كليته والفائدة كليته ترجع لشكل الفازر كثير على شكل U-shaped هو إلى أنه U-shaped هنا يقوم بامتصاص الأملاح ويطرح الماء هنا أنا يأكس هذه العملية يقوم بطرح الأملاح وامتصاص الماء لو كان شكله مستقيم شاب راح يقوم بغسل راح ياخذ الأملاح ويروح إلى مكان آخر شاب تخيلوا مكان آخر ما راح يرجعها فإذا شاب شكله اللي هو على شكل حرف U هو الذي سامى في وظيفته بالحفاظ على الكونتر كونتر اكسشيج يعني حرفيا هو اللي دي يصير شنو أنه أنت يعني لأن شكله على شكل حرف U قليلا هناك نتل نتل ديفيوجن وكون راح نحافظ عليه ثابت بسبب U-shaped يعني يعني فازر اكتايل شاب خلي بالكم احنا ليش أصلا سوينا ليش أصلا ودينا دم إلى داخل المدولة احنا شر ريد في البقاء احنا ريد نحافظ على تركيز ثابت للإنترستيش بس نوصل دم لهذه الخلايا هو شاب أولا حركة ما للدم هنا في داخل هذه الشرايين بطيئة جدا جدا بطيئة فتسمح بالتبادل على كيف براحته ده نوصل الأكسجين لهذه الخلايا وبنفس الوقت لأن شكله على شكل حرف U ده يستلم وديه يخسر بنفس الوقت فإذن ما رح يسوي لك أي تأثير على الانترستيش وديه أدي وظيفته وديه يوفر الأكسجين المرغوب يعني شاب أعيد عليك الفكرة تخيل وياي أنه أنت عندك دم يمشي ببطء جدا هذا الدم ده يوفر أكسجين وبنسبة كده يقوم بتبادل الأملاح والماء بعدين يخسر هذه الأملاح والماء يعني يخسر اللي سواب هذا الجزء فبالتالي رح تبقى المحصرة النهائية هنا يعني الأملاح وتركيزها ثابت لكن تم تغذيتها بالأكسجين وهذه الوظيفة النهائية لل Counter Current Exchange Mechanism وليس Counter Current Multiplier Mechanism In Counter Current Exchange In the Vasorecti Plasma Flowing Down The Descending Limp of the Vasorecti Becomes Hyper Osmolar أو Hyper Osmotic دم الذي يمشي هنا وهو نازل يصير Hyper Osmotic تستداد الأرتمال كميات عالية من الأملاح التي تدخل إلى داخل سيكون Hyper Osmotic because of the dilution of water out and diffusion of solutes from the renal interstitial fluid into the blood سيكون هذا الجزء مركز هذا الدم سيكون مركز لأسباب أهمها أن الأملاح تدخل إلى داخل و بالعكس الماء إذا يطلع لي بره هذا جانب جانب آخر يقولك in the ascending limb the vasorecti the solutes diffuse back into the interstitial وهنا بالجزء الذي يصعد الأملاح سيكون مرة والماء سيكون إلى الداخل لذلك طلاب كميات كبيرة large amount of solutes would be lost of the renal without the u shape of the vasorecti capillaries هنا شباب numerical value are in milliozmol per litre النتيجة النهائية المحصلة النهائية there is that the blood has both nutrients to the cells أنه هنا الدم وصل المواد المغذية والأوكسجين للخلايا بدون ما بدون ما يغسل هذه المنطقة ويخرب الأيوانات اللي بيها بالحقيقة شباب هو يأخذ كمية جدا بسيطة من الأيوانات تقريبا يعني شب السائل اللي يطلع أو الدم اللي يطلع هو 350 ملي أوزمول واللي يدخل هو 300 هذا الفرق هو 50 بالعكس هذا يشجع على الحفاظ على الكانتر كرانت ميكان طلاب ركزوا ويا كل زيان على التساؤلات اللي سألناها في بداية هذه المحاضرة وشون نحن نحلها في نهاية هذه المحاضرة سألنا السؤال لكم واحد كيف يمكن للنفرون أن يكون الانترستيشم مالت 1200 شلون أعلى من النورمل أو النورمل أوزمولارتي من البلازمة بأربع مرات قلنا البلازمة الطبيعية 300 هذه الانترستيشم هو أعلى من الطبيعي بأربع مرات بعدها صار 1200 كيف استطاع تحقيق تلك الحالة قلنا الجواب على تلك على هذا السؤال أنه بطريقتها يعني شاب خلي بالكم هو صار 1200 بطريقتها 60% نتيجة للكونتر كرنت يعني صوديوم ترانسبورت أو ملتوبلاير كونتر كرنت ملتوبلاير و40% هو عن طريق اليورية زيان هذا كان السؤال رقم واحد كيف تكوّلت زيان كيف استطاع الحفاظ على 1200 كيف يمكن يعني مينتين هذا السؤال كيف تحقيق هذا السؤال الجواب هو ببساطة لأنه هو عنده نوع خاص اسمه كونتر كرنت إكسشينج كابلاريز أو كنقول كونتر كرنت إكسشينج ميكانزم يعني الدم الذي يوصل للمدولة خاص الذي هو شامع شكل حرف و الدم فيه بطيء جدا بحيث يسمح بتبادل المواد يعني تبادل الأملاح هنا يعني الماء فبالتالي راح يتعادل وبنفس وقت يوصل الأكسجين والمواد الغذائي نجي طلاب هسنسأل السؤال الثالث ما الحكمة من وجود هاي أوزمولاريتي إن ذا إنترستيشو أصلا شون الفائدة من هذا الموضوع بشين راح نستفاد من عنده ليش إحنا تعبنا روح نسوينا أوزمولاري ألف وميتيين بالإنترستيشو شين ممكن نستفاد من عنده شاب ببساطة من أجل إخراج إدرار مخفف نقدر نخفف الإدرار ما يعني أقول لك الطلاب أنه أول ما يدخل الدم ويتفلتر بداخل غلوميليورس شاب خلي لبالكم السائل المتكون اللي هو الترا فلتريت تركيزه هو الحقيقة 300 حال حال باقي الجسم شاب فرضوا أنه تم فلترة 10 لتر 10 لتر من الماء و10 جزيئات من الصوديوم شاب خلي بقالكم هنا سنقوم بفلترة كمية معينة من الصوديوم والماء نفرض أنه 10 لترات من الماء و10 جزيئات من الصوديوم شاب في داخل سوف تنسحب كميات متساوية من الماء والأملح شاب لما ما نسحب جزيئة صوديوم يعني نسحبها إلى داخل نسحب كمية مكافئة من الماء شاب بالحق مثل ما قلنا 67% من الصوديوم سوف يتم سحبها هنا بالبروكسومال بس خليبكم أنت كل ما تسحب جزيئة صوديوم تتسحب وياها مي يعني شنو معنى شاب راح تحافظ على التركيز متساوي يعني أنت تتسحب يعني خليوا بقالكم يعني كل جزيئة صوديوم لتسحب وياها لتر الماء مالتها فأنت إذا كان عندك 10 يعني 10 لترات من الماء و10 جزيئات من الصوديوم فأنت خنقول خنقول شاب سحبت 6 6 لترات من الماء و6 لترات أو 6 جزيئات صوديوم هذه النقطة ضرورة تفهمها أنه نحن في منطقة البوكسومال كميات جاي نسحب كميات متساوية من الأملاح ومن الماء فبالتالي التركيز مالته يبقى ثابت لكن كمية تتقل يعني شاب أنطيك مثال واقع وحقيقي حتى تخليه بعقلك أفرض وياي قدك 100 جزيئات من الصوديوم وياها 100 جزيئات عفوا 100 لتر من الماء كليتهم تم فلترتهم إحنا متفقين بوكسومال تيوب يو يسحب يعني 65% أو 67% من الصوديوم يعني شقد رح يسحب 65 جزيئة من الصوديوم رح يسحب بقتهن مي رح يسحب 65 لتر فإذا ما تبقى شقد تبقى شباب تبقى أنت عندك 35 لتر من الماء و35 جزيئة صوديوم التركيز ما لاتهم شباب نفسه لو تقسم 35 على 35 جزيئة صوديوم على 35 جزيئة ماء رح يصبح التركيز واحد بينما بالحالة الأولى لو 100 جزيئة صوديوم تقسمها على 100 لتر أيضا واحد فإذاك تفتهم أن التركيز لن يتغير في البروكسومال ليش لأن نسحب مي بقدمة نسحب صوديوم شو وقت يبدأ الوضع يختلف يبقى يختلف باللوب ما رح نسحب كميات متكافئة من الصوديوم والماء باللوب رح نسحب ماء فقط ليش نسحب ماء فقط الماء أول ما يدخل رح يواجه بتركيز 1200 فراح ينسحب الماء فقط ماء فقط فالفسائل داخل يعني الليه بقى فيه يكون مركز جدا رح يوصل لتركيز داخله لـ 1200 من يرجع يصعد مرة ثانية هنا طلاب بسحب صوديوم فقط فلذلك خلي بكم واحد ينخفض تركيز السائل خلي بكم شوف هنانا المي سحبنا فصار التركيز مال تعالي هنا رح نبقى نسحب صوديوم هنا شوف عمية صحب الصوديوم في هذا الجزء في الأسندينج لمب هي تعتمد على رغبة الجسم حسب الجسم وحسب احتياجه إذا الجسم يريد يسحبه فشوف شوف برات نسحب صوديوم نسحب صوديوم لحد ما أنه السائل اللي يطلع يصير مية يعني هو دخل ثلاث مية يطلع مية فمرات لا أنه الجسم يعني ما يريد ينزل التركيز بهالطريقة هاي يعني هنا في هذا الجزء سوف نتحكم في تركيز السائل اللي يطلع فعلي طلاب لو إحنا نقرحنا أصدف لود يعني فلوز ثرو بروكسيما تيوبول سولودس وواترز آر ري أبزورب إيقالي بربورشن لحن نسحب كميات متكافئة من الأملح والماء فرح يكون يعني سوو أصدف لأوزمولارتي أصدف لأوزمولارتي لا تتأثر لماذا؟ لأن أنت تسحب أملاح وماء بصورة متكافئة لذلك يبقى في داخل بروكسيما تيوبول تركيز ثلاث مية مثل ما دخل بالقلوميورس من نوصل لأوزمولارتي يبقى يختلف أصدف لود بأسدف لأوزمولارتي الواتر سيكون عن طريق الأوزمولارتي حتى يوصل إلى توازن مع الانترستيشن اللي هو ألف وميتين فشوي شوي شباب السائل رح يكون هايبر أوزمولار رح يكون هايبرتونيك السائل يعني الأملاح بكل شووي والماء كل شقليل لحد ما يوصل للقمة اللي هي الألف وميتين شباب ألف وميتين خلوكم هنا السائل في داخل النفرن ديصير أربع أضعاف السائل أول مدخل ألف وميتين بينما أول مدخل ثلاثمية ديصير مركز جدا شباب اللي هنا نقدر نتخلص من عنده بس هنا نعتمد على الثيك أسندنق لم حسب احتياجه شباب هنا الثيك أسندنق لم يعني هل هو يتحسس والماكلة دنسة هل تتحسس الجسم شي يريد يريد إدرار مخفف لو إدرار مركز يعني نقدر نسوي إدرار مركز جدا ونطرح مباشرة أو نقدر نخففها مرة أخرى ونطلعها مخفف لذلك الطلاب كل ما يدخل إلى الإنر مدولة سيكون مركز جدا من يبقى يصعد شباب هنا رح نبقى نعتمد على الثيك سيجمت رح يبقى الثيك سيجمت هنا تقوم بسحب الصوديوم والكلور والبوتاسيوم فبالتالي شباب ما يسمح بدخول الماء رح يقوم بسحب فقط الأملاح لذلك شباب ممكن أنه يسحبها بكميات عالية ويزيد يعني العفو ويقلل تركيز هذا السائل الذي تبقى ويرجع للمية يعني شباب تعفونش قد المية مية اللي هو ثلث ممكن يوصلها للمية اللي هو الثلث اللي أصلا دخل داخل اللي غلومي هذا السائل يروح للدستال هو هايبوتونيك يحتوي على يعني شباب كميات عالية من الماء وقليلة من الأملاح هنا طلاب تعتبر خلي بالكم هذه الخطوة الأولى أو محطة تركيز الأولى أنه نحن نركز بها الماء تخليه مركز هنا هاي المحطة الأولى وذلك منطقة أخرى يعني شباب يقول لك هنا في هذه المنطقة أنت رح تسحب مي فرح يبقى أملاح فقط أنت بعد بكيفك تريد تسحب بعد أملاح هنا لو ما تسحب بكيفك شباب خليبكم هنا لوب أوف هنري يعتبر محطة يمكن نقول المحطة الأولى اللي جعل الإدرار مركز أو مخفف محطة السيطرة الأولى هاي هناك المحطة السيطرة أخرى شباب اللي هي تعتمد على الـ ADH اللي هي موجودة شباب هنا رح حسوف لك أيضا عنها في سلايد اللي جاء نطلع بيقول لك بمجرد أنه يعني الصوديوم رح يبقى رح يستطيع في تيوبيول والكولكتين ذاكت يقول لك هذا الجزء هو أيضا It's impermeable to water في حالة غياب الـ ADH إذا لم يكن ADH فهو لا يسمح في عبور الماء نهاي شباب رح نعتمد على الـ ADH حتى نتحكم بالإدرار النهائي يعني شباب شباب دا أقول لك دا أقول لك أتعدك نقطيا لجعل الإدرار مركز الأولى في داخل اللوب أوف هني والثانية هي باستخدام ADH في الـ collecting system شباب لنا السأل اللي دا يوصل رح نعتمد على تركيز ADH ADH إذا عالي إسمع أنت إذا رأيتك رح يمنع الإدرار فبالتالي رح يسوي رح يسحب كميات كبيرة من الماء مثل ما يشوفون إذا موجود ADH رح يسحب ميهواي كل شوهي فالإدرار رح يطلع مركز لا والله إذا ADH ما موجود فبالتالي رح يطلع إدرار بكميات كبيرة ورح يطلع مخفف نقط رأينا المكانزم حتى يطلع إدرار مركز هنا رح نحتاج على ADH رفل عالي من ADH رح يزيد البرميابولي of the distal tubule والكوليكتك system to water رح يفتح الأكوابورين يسحب ميهواي the signal that tells the kidney whether to excrete diluted orchestrated urine is hormone called anti-diuretic hormone or vasoproxene الvasoproxene هو اللي يحدد هل نقوم بامتصاص المواد او اخراجه هو اللي يحدد أنه نطلع إدرار مركز لا مخفف يطلع من البصير بتوتري واللي عشان عنا هواي بالإندو سيستم وهو يعني يقول لك وين the body fluid are too concentrated يعتمد باستير بتوتر تتحسس الأوزمولارتي مال الجسم إذا الأوزمولارتي عالية يعني كل شو يأكو أملاح راح يبقين فرز الADH حتى يسحب أكبر كمية ممكنة من الماء فتقل الأوزمولارتي إذا بالعكس الأوزمولارتي تكون قليلة يعني الجسم يكون مخفف بالعكس راح يقل الADH حتى يطلع أكبر كمية ممكنة من السائل فإذا يعني شاب يبقى الADH هو يساعد في تحديث كمية الإضرار اللي يطلع إذا الفرز بكمية كثيرة وهو ينفرز في كمية كثيرة لما السوديوتس بالجسم تكون عالي شاب هو القانون واحد الأزمولارتي يساوي أن السوديوتس على يعني على اللتر على السوائل إذا شاب يعني الأزمولارتي راح تكون قليلة مال الجسم معناها السوديوتس تكون قليلة والسوائل عالية هنا ما راح نطلع الADH ما راح نفرز الADH لنطلب ما نحتاجه ببساطة يعني أعيد عيك الفكرة شاب انت تخيل يا الأزمولارتي قانون هي هو S على L أنت ذات جسم عندك بسوليوتس قليلة يعني كل شي قليل سوليوتس بجسمك يعني كمية أملاح قليلة وسوائل كثيرة أنت هنا لا تحتاج إلى الADH لأن الADH وظيفته أنه يزيد لك السوائل شاب من اسمه أنت يمنع الإدراق معناها يسحب سوائل فبالتالي أنت هنا راح يعني البوستير بالتويتر راح تقلل من إفراز الADH بس لو كانت الحالة بالعكس شاب لو كانت كمية الأملاح وخواي يعني الإنسان مثلا عطشان مشارب أي ماء في حالة الصيام أو يبشي بصحراء والسوليوتس بجسمه كلش عالي والأملاح والماء جدا قليل يقوم بإفراز الADH من أجل أنه يزيد يعني أيضا في داخل الاندو سيستم اللي أجلك تفتهمه أنه وظيفة الـ الـ اللي هنا موجود وان الانترستيشوم أنه يوفر لك إدرار مخفف أنت بعد كيفك تريد تسوي مركز لو لا يبكيف يعتمد على إفراز الADH طبعا طلاب في نهاية هذه المحاضرة أنا أشكركم جزيلا شكر على حسن استماعكم أتمنى يا رب بكل التوفيق في حياتكم وشوفكم يا رب في أعلى المراتب